قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتيا إن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية وشدد أشتيا في كلمته بمستهل اجتماع حكومة تسيير الأعمال على وجوب إكبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية العمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة وتلك الأخرى ذات العلاقة لم يعد مقبولا هذا الصمت الرسمي ولم يعد مقبولا الاكتفاء بجولات في الأمم المتحدة تحبطها الولايات المتحدة بجرة قلم تسمى الفيتو إن الذين يقتلون في غزة ليسوا أرقاما بل أطفال وأناس وعلى الدول التي تسند إسرائيل وتتعامل معها أن تشعر بالعار من مواقفها مجلس الوزراء يتابع مجريات الأمور في غزة وهنا في الضفة ويناقش المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين وترتيبات شهر رمضان الفضيل